طيب إذا ما لقيت في أوروبا لقيت في جانب الجيكي ولقيت فين تاني في أوروبا لقيت في السعودية في نادي أبهى السعودي والعضالة السعودي في دور المحتل لما كنت في أوروبا ليه ما كملتش؟ ليه المسيلة دي ما كملتش؟ كان حصل معي أكتر من المشكلة هناك طبعاً أول حاجة في بداية السيزن حصل لإصابة في عضلات بطني السفلة فأعدت حوالي شهر ونص بتعالج منها فكانوا هما طبعاً في أوروبا كل ثلاثة يام بلعبوا جيم فما ألحيتش أن أرجع وأدخل في قصة المجموعة غير بعد فترة طويلة جداً بعدين كان عندي مع أسكر مع منتخب الأولمبي مع كابتن شاوي غريب كنا مسافرين روسيا عطاقد فلما رجعت من بره من بلجيكا أنا كانت الفيزا التعدي كانت بتخلص فما كانش ينفع أجي مصر عشان مش عارفة أسافر تاني غير بفيزا جديدة لأني كان الإيد كارد ما كانش لسه طلع لي هناك فرجعت وعدت شهر هنا بعد ما خلصني مع المنتخب في روسيا عدت شهر هنا بحاول أن أنا أخرج الفيزا لأن هما طبعاً كل سفارة وليها التقوز بتاعته فبلجيكا طبعاً ما فيش بقى أن التليفون والموضوع يخلص بسرعة كان عدت فترة طويلة جداً حوالي شهر أو شهر واسبوعين على مرجعت تاني فكانت الظروف كلها ضدي أول مرجعت كان الكوتش اللي كان اختارني أصلاً أن هو يشتريني من نادي بيترو جيت ماشي فجي كوتش جديد فطبعاً كان الفرقة ما كانتش ماشي بشكل أحسن حاجي صحيح ما كانتش شافت كمان عشان الإصابات الكتير كنت راجع من الطيارة كان قالوا لي أنت عندك بكرة جيم مع البيتيم لأن الهيت كوتش الجديد هايست تفرج على المجموع اللي ما شافاش فكنت أنا تعبان جداً يعني بس قلت مش مهمة يعني حاول القدمها درازها بشكل كويس طيب